افتتحت اليوم الجلسة الثانية لمحاكمة كبير خدم بابا الفاتيكان باولو كابريالي في القضية التي أصبحت تعرف بفاتيليكس كابريالي مثل اليوم أمام المحكمة في جلسة خصصة للاستماع الأقوى لها كبير خدم بابا الفاتيكان متهم بالسرق ونسخ الوثائق السرية المتعلقة بالبابا ونشرها في كتاب يحمل عنوان قداسته على خلفية سراعات مفترضة داخل الكنيسة الكاثوليكية باولو كابريالي البالغ من العمر 46 عاما كان موظفا وخادما للبابا بنيدكتوس السادس عشر اعترف بالتهم المنسوبة إليها وأكد أنه قام بذلك لكشف الشر والفساد داخل الكنيسة على حد تعبيرها يشار إلى أن كابريالي يواجه عقوبة السجن لمدة ست سنوات بالتهمة السرقة